اشتركوا في القناة قل بعض الحكايات إن البقرة تختار صديقتها منذ الولادة وتدوم هذه الصداقة مدى الحياة يمكن أن تموت حزنا إذا افترقت عن بعضهم البعض هل الأمر يصدق؟ سنشاركك اليوم قصصا حقيقية ستجعلك ترى بعض الحيوانات بطريقة مختلفة لذلك سنقدم لك من خلال هذا الفيديو خمس قصص لحيوانات تبين أن لهم قلبا يحسون به خامسا الأسد كريستيان عام 1969 كان بمقدور أي شخص شراء حيوانات غريبة في لندن عاصمة إنجلدرا لذلك قرر الشابان جون وأنطوني شراء أسد كحيوان أليف وقد ظن الجميع أنهما مجنونان لكنهما سرعان ما أحبا كريستيان كثيرا وقد كان الأسد يتصرف كرضيع مقبول في الشهور الأولى وعندما بدأ حجمه يكبر كان يسبب العديد من المشاكل ليدرك الصديقان عندما كبر أكثر أن المدينة ليست للمكان الملاسب بالنسبة إليه وبألم كبير قرر نقله إلى مكان أفضل صافرت جون وأنطوني إلى كينيا ليوفر له مكان ملائما للعيش وقد رافقه أثناء الصفر بل وبقي معه مدة لا بأس بها في انتظار أن تتفاعل غريزته كأسد وبما أنه لم يكن مستعدا بعد شكل تركه هناك وحده بالنسبة للشابين أمرا صعبا كما لو أن ذلك يعني موته لذلك بدأوا في تدريبه وبمساعدة أسود كينيا كان يتعلم كيف يكون أسدا حقيقيا كان الأمر صعبا في البداية لكنه نجح في النهاية فلقد تكيف مع بيئته الأصل وعاد الشابا إلى إنجلترا حزينين لكنهما كانوا راضيين في نفس الوقت على إنجازهما وقل قرر زيارته فيما بعد لكنه بحكم شغلهما تأخر في ذلك وبعد مدة طويلة وعند زيارتهما كان من المحتمل أن كريستيان لن يتعرف عليهما غير أنه بوصولهما كانت المفاجأة رابعا الببغاء أليكس لم يكن أليكس أي ببغاء بل هو خبير بزكاء طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وهو قادر على تحديد الأشياء والأرقام والألوان والأشكال والتمييز بين الصغير والكبير والمتشابه والمختلف ويتحدث هذا الببغاء أكثر من 150 كلمة يقول آسف إذا أخطأ ويقول أريد أن أعود عندما يحس بالتعب وعندما يودع صديقته المفضلة الأستاذ إيران يسألها هل ستأتي غدا؟ يتنافس أليكس في الفصل مع تلميذ حقيقي حيث يحاول أن يكون في مستواه وقد اكتسب عدة مهارات جعلت منه معلما للببغاوات الأخرى وينبههم عندما يخطئ قائلا يمكنك فعله بشكل أفضل وبعد 31 سنة من العمر مات أليكس عجوزا في شتنبر عام 2007 وقبل موته بلحظات قال لأستاذته تصرفي بشكل جيد فأنا أحبك وفارق الحياة إلى الأبد جورج هو كلب مرح يبلغ من العمر 9 سنوات وفي عالم الكلاب يتميز عرق جاك روسيل بذكائه الكبير في يوم من الأيام عندما كان جورج خارج المنزل شاهد خمسة أطفال يجرون ووراءهم إثنان من كلاب البيتبول فقرر وقتئذ الكلب جورج الدفاع عن الأطفال وقد قال أحد الأطفال ويدعى ريتشارد إن كلاب البيتبول كانت خلفهم تماما وكانت على وشك أن تنقض عليهم خاصة دار وهو أخوه الذي لا يتعد عمره الأربع سنوات وقد قام جورج بالهجوم على الكلاب والدفاع عن الأطفال بكل ما أتي من قوة ليموت على إثر مواجهته للبيتبول وعندما عرفت قصته منحت لجورج ميدالية البطولة الخاصة بمدينته ثانيا القط أوسكار قبل سنوات قامت إحدى المستشفيات بتبني قطا يتميز بجانب أسود وآخر مؤثر حيث إن أوسكار يتصرف وكأنه يتنبأ بموت بعض المرضى بل يرافقهم في لحظاتهم الأخيرة وحسب مصادر موثوقة فقد تنبأ أوسكار بموت أكثر من عشرين مريضا وهو أمر فاجأ الجميع وليس من الغريب أن نجد العديد من المستشفيات تتوفر على حيوانات أليفة تؤنس وتواسي المرضى إلا أن هذا القط يتمتع بالقدرة على توقع موت أحدهم وقد حدث هذا عندما دخل أوسكار للغرفة ثلاثمائة وثلاثة عشر حيث كان الباب مفتوحا وكانت المريضة مستلقية على سريرها بتنفس مستقر وضعيف وقد ابتسمت عندما رأت أوسكار وبعدما شاهدت الممردة هذا الأمر اتصلت بالعائلة وبمجرد حضور جميع أفراد العائلة توفيت المريضة وحسب عدة مصادر فإن الحيوانات قادرة على الشعور بما لا يمكننا نحن البشر أن نحسه وربما أوسكار هو خير دليل على ذلك أولاً القردة الغوريلا كوكو كوكو هي قردة غوريلا تعيش في مدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا وقد تعلمت التواصل بأكثر من ألف رمز في لغة الإشارات فضلاً عن فهمها لأكثر من ألفي كلمة من الإنجليزية المتحدث بها وقد قرر الممثل روبين ويليامس أن يدعم الجمعية التي تعلم كوكو غير أن روبين تحمس أكثر للموضوع فقرر أن يتعرف شخصياً على هذا الحيوان ومن ثم قرر زيارتها عام 2001 ومنذ ذلك الوقت أصبح صديقين وبعد أن غادر ويليامس أصبحت القردة مدمنة على مشاهدة أفلامه وفي أحد الأيام رن الهاتف وكان على الطاقم أن ينقل لكوكو خبراً صادماً وهو موت روبين حازنت القردة كثيراً على موت صديقها وبقيت تبكي بحرقة كما فقدت نشاطها بعد تلاقي الخبر وتأثرت كثيراً إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والإشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم ترجمة نانسي قنقر